شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت 94 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية المحتلة بينهم 7 سيدات وقالت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت 13 شخصا من بينهم فتاة من أنحاء مختلفة من مدينة القدس فيما جرى اعتقال 25 فلسطينيا بينهم نساء وأسرى محرارون من محافظة رمالة والبيرة وفي جنوب الضفة جرى اعتقال 30 بينهم صحفية من محافظة الخليل وأربع عشرة من بيت لحمة ومن الشمال اعتقلت قوات الاحتلال أربعة بينهم زوجة معتقل وأبيها فيما جرى اعتقال 7 من نبلس وواحد من محافظة سلفيت